في كل الكلام ده كله تايوان طلعت تصوت تقول لك يا ماشا انتو عاملين دلوقتي تتكلموا مع اوكرانيا عاملين تتكلموا ان انتو هتوردوا اسلحة الاوكرانيا طب احنا فين؟ احنا طلبين منكو صفقات تسليح تقدر بـ 18 لـ 19 مليار دولار وتايما بتقولك احنا دلوقتي ابتداني نلحظ ان سواريخ جافلين بقت جنا متأخر او بالجيش سواريخ ستينجر اللي هي محمولة عن كتف وبتدرب الطائرات اللي بتطير على مستوى منخفض برضو ابتدت تتأخر علينا شكل كده امريكا فيها مشكلة بتصنيع الاسلحة اللي راحل تايوان ومش تايوان بس كان لي بقيت بالنقطة مهمة جدا تايوان عشان طلبها طلبية كبيرة وتايوان عشان فيها تهديد من الصين بس لو جدت ايس على مختلف الدول العالم الانتاج العسكري الامريكي فيه مشكلة مخزونات الاسلحة في امريكا بتدتنخفض يا جماعة امريكا صرفت لحد دلوقتي على حرف اوكرانيا واحد وتسعين مليار دولار واحد تسعين مليار دولار وطبعا الاعلام الامريكي يقول لك والله دي فرصة جددنا مخزونات الاسلحة بتاعتنا بننتج اسلحة جديدة بس انت صرفت ببالك رهيبة عشان تضرب الروس وعشان تهزم الروس ولحد دلوقتي يمفيش نتيجة دلوقتي الامريكان كان عمال يقول لك يانا تفاوض تفاوض منين؟ ما انت جيت قلت قبل كده ان الروس تهزموا استراتيجيا وعسكريا وكل حاجة طب انت ليه عاوز تفاوض مع الروس دلوقتي يعني مش ماركت ميلي ده اللي هو رئيس اركان الجيش الامريكي طلقا قال ده الوقت المناسب للتفاوض ليه؟ انت مش شايف ان اوكرانيا ممتصرة عاوز تفاوض مع الروس ليه؟ موضوع غريب طيب النقطة التانية والله انا عاوز اركز عليها بشكل كبير قوي ان خلي بالك حزب الجمهوري لحد دلوقتي ما دخلش البرلمان او مجلس النواب الامريكي ولو دخل هيوقف كل الكلام اللي انت شايفو ده كل التهريك ده لساب بسيط ان تايوان دي هي الاهمية القصوى لحزب الجمهوري دي اهم حاجة الحزب الجمهوري مقتنع مواجهة الصين اهم من مواجهة روسيا وان الحرب اللي قايمة في اوكرانيا دي بعيدة عن الشعب الامريكي انما تايوان الحزب الجمهوري مقتنع يجي بالدفاع عنها